نعم صلاح هذه المنطقة شهدت عددا كبيرا من الحروب والمآسي وإنهم لا يريدون أن يشاهدوا هذه المآسي والحروب في منطقة شمال البحر الأسود أي في المنطقة التي بها روسيا وأوكرانيا يتحدث عن هذه الحرب وإن تركيا لا تلعب دور وساطة رسمي وإذا ما طلبت الأطراف منها ذلك فإنها مستعدة للعب دور هذا الدور أو هذه الوساطة بحسب ما قال بمعنى أنه يتحدث عن دور وساطة غير رسمي حتى هذه اللحظة النقاط الرئيسية التي يتم النقاش حولها متعددة ولكن تترخص بنقاط ست رئيسية أولا تتعلق بالحياد ونزع سلاح أوكرانيا تتعلق بالانضمام لحلف الناتو تتعلق باستخدام اللغة الروسية وبالحياد وبقضايا أخرى ولكن النقاط الرئيسية العالقة تتعلق تحديدا بمنطقة شرقي أوكرانيا منطقة دونباس واعتراف أوكرانيا بجمهوريتين لوغانسك ودونيتسك وتتعلق أيضا بمنطقة شبه جزيرة القرم وهما النقطتان التي تشكلان عقبة كبيرة أمام هذه المحادثات كما قلنا المحادثات ليست سهلة هل من مساعي تركية لتقريب وجهة النظر ما بين الطرفين؟ بالتأكيد صلاح فكرة عقد المحادثات في اسطنبول أو في تركيا عموما هي فكرة مهمة جدا وتركيا تسعى بشكل حثيث مع الجانبين لتقريب وجهة النظر في كل الملفات العالقة ولسيما القضايا الرئيسية التي عليها خلافات كبيرة نحن نعلم أنه من بعض القضايا من الممكن أن تكون هناك تفاهمات أو توافقات ما بين الجانبين بصيغة معينة بين الجانبين الروسي والأوكراني ولكن هناك ملفات معقدة جدا وبالغت الصعوبة في هذا الأمر من هذه الملفات الصعبة ما ذكرناه قبل قليل شرقي أوكرانيا وشبه جزيرة القرم الجانب التركي على لسان متحدث الرئاسة التركية إبراهيم كارين كان قد تحدث قبل يومين قائلا إن جانب الأوكراني يطالب أن تكون المحادثات مع الوفد الروسي انطلاقا من مبدأ احترام وحدة وسيادة وسلامة واستقرار الأراضي الأوكرانية وأنه إذا ما تمت الموافقة من الجانب الروسي تحديدا على هذا المطلب من الجانب الأوكراني فإن كل القضايا الأخرى تكون سهلة ومن الممكن التوصل بخصوصها إلى تفاهمات بين الجانبين ولكن هي العقبة الأكبر هذه هي العقبة الأكبر أن تعترف روسيا بأن هذه المحادثات هي وفق هذا المبدأ لأن هذا يعني أن شرقي أوكرانيا وشبه جزيرة القرم هي ضمن الأراضي الأوكرانية وهو ما لا تريده روسيا بشكل قتل نتوقف عند هذه النقطة علامية على الجانب الأخر كان هناك تصريحات روسية بأن هذه المفاوضات لن تحدث انفراجة في هذه الأزمة هل مردود فعل تركية حول ما صرحت به روسيا مؤخرا حول هذه الجولة من المفاوضات تركيا تتبنى موقف الحذر الشديد في التصريحات صلاح لا تصدر تصريحات كثيرة ولا تصدر تصريحات عشوائية هي حتى على سبيل المثال وزارة الخارجية التركية لم تصدر حتى الآن أي بيان بخصوص هذه المحادثات حتى بعد أن بدأت الحديث عن هذه المحادثات في اسطنبول المستمر منذ يومين ولكن حتى الآن وزارة الخارجية لم تصدر الجانب الرسمي التركي يتوخل حذر ويعرف تماما يدرك تماما أنه في موقع حذر جدا وحساس جدا لا يريد أن يصدر أي موقف قد يفهم بطريقة خاطئة من أي طرف من الطرفين الروسي أو الأوكراني هو يقول أنه يقف على مسافة واحدة من الطرفين الروسي والأوكراني في هذه المحاولات للوساطة غير الرسمية بين قوسين ورغم أنه يقف ويعلن أنه يتضامن بشكل كبير مع الجانب الأوكراني إلا أنه يقول أنه على الجانبين أن يقدم تنازلات وأن يصل إلى توافقات بينهما في هذه المحادثات الجانب التركي يعول كثيرا على هذه المحادثات التي تعقد الآن في قصر دول مبهجي هنا في اسطنبول ولكن هو في نفس الوقت يقر بأن الصعوبات كبيرة والتحديات كبيرة والمهمة ليست مهمة سهلة بالمحصلة لأنها يدرك أن الموقف الروسي والمطالب الروسية بين قوسين التي وصفها وزير الخارجية الأوكراني في وقت سابق بأنها شروط استسلام عمليا بحسب ما يرى الجانب الأوكراني هي مطالب ليست سهلة وأنه لا تنازل من الجانب الروسي بخصوص أي منها وبالتالي من هنا تأتي المعضلة الرئيسية أو العقبة الكبيرة في هذا الأمر الجانب الروسي لا يزال يصر على موقفه بأنه يريد هذه المطالب التي حددها عمليا في أوقات سابقة ولا تنازل أو تراجع عنها وموضوع دونباس أو جمهوريتين الجديدتين لوغانسك ودونيتسك بالإضافة إلى ملف القرم هو العقبة الأكبر في هذه المحادثات روسيا تريد أن تعترف أوكرانيا بأن هذه المناطق ليست منها نهائيا انتهى الأمر وتريد أن تنزع صلاح أوكرانيا وأن تتعاحد بأنها لن تنضم إلى حلف الناتو الملفات الأخرى سهلة ويمكن التوافق حولها ولكن هناك ملفات صعبة ومعقدة ومن هنا حتى الجانب التركي يدرك بأن هذه المحادثات ليست سهلة ويقول إنه ربما من الصعب أن تصل إلى التفاهم ما يريده الجانب التركي الآن على الأقل هو هدنة إنسانية ولو لمدة 24 ساعة أن تخرج هذه المحادثات الآن التي يستضيفها للمرة الثانية بعد اجتماع وزراء الخارجية في العاشر من الشهر الجاري في أنطاليا جنوب التركي يريد أن يخرج على الأقل بوقف إطلاق نار ولو مؤقت ولو لساعات ولو ل24 ساعة ليقول بأنه خرج بنتيجة ما ولو كانت بسيطة أو ضئيلة ولكن على المستوى الأوسع هو يريد وقف دائم لإطلاق النار المهمة ليست سهلة إطلاقا والآن نحن ننتظر أي جديد أي معلومة جديدة من الطرفين أو من الجانب التركي بخصوص هذه المحادثات